معي منها تاي عبر الهاتف خالد عبد الرحمن مدير البرامج في منظمة ساعد لو نعرف تفاصيل إنسانيا من حضرتك سيد خالد نتحدث عن 981 شخص مع العائلات طبعا خرجوا إلى الآن بالطريق إلى إدلب ونتحدث عن 17 حافلة ماذا نعرف كتحضيرات إنسانية وكأوضاع؟ مساء الخير ذلك والسياد المشاهدين بداية أهلا بك استقبلت صراحة مدينة إدلب حتى الآن ما يقارب 7500 نسمي من مهجرين الغوطة على ثلاث دفعات من القدم وحرسة والآن تتم عملية الإجلاء من العربين طبعا كما تحدثت العدد يقارب الألف تقريبا الآن في طريقه إلى شمال سوريا إلى مدينة إدلب صراحة تتم تحضيرات على مستوى عالي وتنسيق كامل بين المنظمات على المستوى المحلي ولو المتحدة لإجلاء هؤلاء النازحين وتقديم الاستجابة له في جميع القطاعات الإنسانية تعرفون تفاصيل كيف وضع هؤلاء مع هائلاتهم الذين خرجوا وما التحضيرات بإدلب كيف سيكون وضعهم هناك؟ هل يكون تنسيق حتى بينكم بهذه النقاط بهذه المرحلة؟ نعم صراحة هذا التهجير الذي يتم حاليا يختلف كثيرا عن موجات النزوح الجماعي التي جرت سابقا أو عمليات التهجير القصري بسبب الحال النفسي والصحي سيئة جدا الخارجيين من الحصار طبعا كما نعلم أن أهالي الغوطة محاصرين منذ فترة طويلة هذا الحصار أثر على الحال النفسي والصحي بشكل كبير جدا لاحظنا خلال الأربع حالات إخلاء السابقة وجود أعداد كبير من ورد والمصابين ضمن النازحين أو المهجرين عدد كبير من ذوي احتياجات الخاصة أعداد كبير من الأطفال المصابين بنقص بسوء التغذي صراحة تتم عملية يعني ذوي الاحتياجات الخاصة يعني إعاقات بسبب الحرب نعم في هناك إعاقات بسبب الحرب في إعاقات خلقية طبعا تغلب الإعاقات هي كانت بسبب أعبال حربية نتيجة استهداف والأطفال شو قلت عن حالة بعض الأطفال صراحة في عدد يعني ملاحظ أنه نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذي وضعف التغذي كبير جدا مقارنة مع حالات منزوح السابقة أو تهجير القصر السابقة طبعا هذا نتيجة طبيعية للفترة الطويلة اللي عاشوا أهالي الغوطة وهم محاصرين طبعا بخصوص عمليات الاستجابة لهؤلاء النازحين واحتياجاته الإنسانية صراحة هي تتم على ثلاث مراحل المرحل الأولى هي استقبال النازحين بما يسمى النقطة صفر أو نقطة تبادل بصلاة المضيح في ريف حما هنا يتم تقديم بياه الشرب وبعض الأطعم بشكل سريع وعاجل للنازحين ثم يطلون إلى مراكز استقبال في شمال إدلب تحديدا في مدينة إدلب أو جوار مدينة إدلب هنا المرحلة الثانية عند نقيم لإدلب من ريف حما نعم المرحلة الثانية تبدأ داخل مراكز استقبال طبعا هذه العملية هي من أعقد العمليات وأصعبها بالنسبة للمجتمع الإنساني بسوريا أو العاملين الإنسانيين بسبب الكسافة العالية للسكان أو النازحين اللي يكونوا في هذه المراكز ونتيجة تعدد تعدد الاحتياجات وضعف الإنكانات لدى المنظمات الاستجابة لكل الحاجات لهؤلاء النازحين والمرحلة الثالثة المرحلة الثالثة تكون بعد انتقال النازحين إلى أماكن الإيواء أو بيوت الإيواء عندما يخرجون من مراكز استقبال أنا أشكرك جزيلا يعني طول وقت دائما معكم نحن بكل فترة عملية الإجلاء هذه وبالحافلات التي تخرج أوضاعهم الإنسانية شكرا لك خالد عبد الرحمن مدير البرامج في منظمة ساعد كنت معنا من هاتاي